جولة على الصحف وعنوينا لها اليوم التنين اتنين نحزيراً 2018 تموز يعني عدايتني نين تموز ما بدنا نكبر لأنه أنا بكبر سنة تموز ما بقبل الأخبار عنوانت جنوب سوريا الحسم بتوقيت الأسد قوات حزب الله تشارك في عملية الجنوب والأسد أبلغ موسكو حاجة سوريا بقى حلفائه الحجد الشعبي يعزز وجوده على الحدود ويستعد لرد أكيد على الغارة المجهولة معلومة وأيضاً سلت شروط أمريكية إسرائيلية ترفضها سوريا والأسد يلتقي حلفائه قبل معركة الجنوب وبالعناوين المحلية التيار يهاجم القوات تتآمر على الجيش والمقاومة ورحلة بن سلمان إلى النووي هذه بالصورة ننتقل إلى صحيفة الأنوار سلسلة اجتماعات قبل سفر الحريري في مسعى لحل حالة أزمة التأليف السيسي حركة 30 حزيران أوقفت موجة التطرف 1500 عداء في سباق قوى الأمن ومساعدات أردنية إلى النازحين في الأراضي السورية الطائرات الورقية تشعل 13 حريقاً في إسرائيل خروج الأرجنتيل والبرتغال وأسبانيا وتأهل كرواتيا إلى ربع النهائي ننتقل إلى صحيفة الجمهورية حزب الله يرفض معيير عون الحريري وبصورة حفظة على دفعات بالإشارة للنازحين الشرق تجاوز العراقيل طبق رئيس خلال عشاء الحريري صحة صحة خذ تطعي ما في عنوان باللون الأحمر عادة الشرق بس تفتح يكون في بعض العنوان الحمرة إذن تجاوز العراقيل طبق رئيس خلال عشاء الحريري باسيل وترامب سيخنق آيات الله المستبدين في إيران والبيت الأبيض يصحح شطط رئيسه في كلام الملك سلمان والسيسي نجحنا في مواجهة الإرهاب عملية درع النظام يواصل تقدمه يمكن نسلين يحطوا شبك اللون الأحمر على التباعة غريبة عادة بيكون فيه بلك ما فيش مهام بالنسبة لأيران حتى العنوان واحد محلو الباقي كله قريب طوله البناء نتنياهو يعترف بالنصر السوري جنوبا ويطلب الأندوف والإمارات تعلن وقف هجوم الحديدة الجيش السوري يتقدم في الشيخ سعد والدفاع الجوي وبصر الشام تنضم للمصالحات الحريري يربط النزاع الحكومي مع باسيل والناشف بمشاركتنا تصير حكومة وحدة وطنية نصل للمستقبل مشاورات مكوكية في بيت الوسط ورؤساء الحكومات السابقين للتعاون وتضامن مع الرئيس المكلف هذه من أول تنبير حل اجتمع رؤساء الحكومات والحكومة فيما خاض المبادرات طهران تحاول تهديد الاحتجاجات وترامب يهدد الشركات المتعاملة معها محادثات إسرائيلية روسية بشأن الجنوب وتل أبيب تريد قوات الأسد سوريا واشنطن تسعى الاتفاق مع موسكو لسحب الإيرانيين كاريكاتوريا هون هون عن جد كنت ذاك سكوتا تضحكوا بسيل في بيت الوسط الرئيس بقول للحريري خلي عندك وريحني عن جد شي يضحك كتير مش معقول شو معبر الكاريكاتور عن جد هون أكتر بالجمهورية أنتوان غانم الحكومة عم بحيول يسقي يا جبران بسيل بس القوات مع وقف يعني حط ينقل كأنه العرق أو العقدة مسيحية بين الطيار والقوات القوات الليبنية منتابع هلأ مع النهار من خمسين سنة بمثلها نهار 2 تموز ألف وتسعمينة وثمينة وستين شو في السيفن أب شاك حبيتها كتير سيفن أب بالأول شو ما بعرف بس أنه عطاش شي هيك ما بعرف لحق حالك شو ما بعرف أنه قصدي هيك بتحستها مرسومة بالإيد طبعا هلأت كانت التقنية الملك حسين يوضح للضباط أسرار الأزمة ويبلغهم أن الحل هو في يد الولايات المتحدة أنباء موسكو تتحدث عن إسحاب جزء وأنباء القدس عن انتداب دولة محايدة لبنان وقع على معاهدة حظر انتجار لأسلحة نووية المعارضة تقترح على المراجع العليا فتح دورة جديدة ليكون المجلس على شلسة مناقشة حكما بينها وبين الحكومة الدولة تدرس مكان توسيع الحكومة بإدخال أربعة مستقلين اليافي وسالم والجبهة الديمقراطية يعرضون الوضع الاقتصادي واليافي يضع موازنة جديدة وفريدة تأخذ الواقع الاقتصادي بعين الاعتبار في مؤتمر صحفي سرد فيه مخططات التهويد والعزل والتهجير سليمان النابولسي ينشد الشعوب العربية وحكامها العمل على إنقاذ مدينة القدس وسكانها رفعت السعودية الرسوم على بعض المستوردات فأمنت بذلك حماية الإنتاج اللبناني في أسواقها مزرع البطاطا يطالبون بسلفة ومربو الدواجن بمنحة تصدير حلو هلأ مروح للكاريكاتور بير صادق شارل حلو وجمال عبد الناصر يا ملاء مبارف أنا مش كتير واضحة قدرت أقرأ مظبوط مين وكيف لأنه حتى مش مكتوب شيء يعني مقارنة بالحركة الإيد والوقف أمام الميكروفون هيدا كل شيء بعنوين الصحف لليوم منرجع مذكر أنه كمان اليوم مكب صيدة مقفل مثل ما صار نهار الجمعة حتى إشعار آخر يعني النفايات نفايات رح تبقى بشوارع صيدة أكيد وأكتر من منطقة كانوا يودوا على صيدة ويدفعوا تمن لحتى يتمرون هناك يمكن نرجع نشوف أزمة النفايات بالشوارع ومعروف من سببها من كم سنة وليش بلشت وليش مستمرة مروح لفاصل ومن تابع نحن وياكم أجنطة اليوم